نظمت جامعة تنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية قفر حسان بمركن سمنود بالمحافظة شهدت القافلة توقيع كشف الطبية على نحو 978 حالة من خلال 12 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 73 حالة إلى مستشفيات تنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما تم إجراء اختبارات محو الأمية ل 15 مواطنا وقدم أعضاء هيئة التدريس بقلية التمريد محاضرات توعوية وتثقيفا صحيا لأهالي القرية حول مرض السكر والضغط وأسس إدراق الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها وصحة الأم وحديث الولادة ترجمة نانسي قنقر